شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلحة الأرصاد الجوية تحدر من تسقط أمطار رادية معتبرة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد على كل المناطق الداخلية بالخصوص الغربية وكذلك الشرقية خلال يوم الغد بإذن الله ستبقى الأجواء غائمة على العموم خاصة خلال صبيحة على كل المناطق الداخلية بالخصوص الغربية والشرقية تكون مرفوقة بزخات من الأمطار أحيانا حبات برد نحو الهداب الغربية السواحل ستشهد أجواء متقلبة طارة صفا طارة أمطار عابرة على المناطق السحلية الغربية خلال صبيحة قد تمتد هذه الأمطار خلال أواخر النهار نحو سواحل الوسطى بينما تبقى سواحل الشرقية تشهد أجواء غير مستقرة مرفوقة بزخات من الأمطار من حين لآخر حتى مناطق الجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء والوحاد ستشهد بعض الأمطار خاصة بشمال الصحراء ستكون على شكل زخات كما ستنتشر بعض الصحب لكن تبقى بدون فعالية على مناطق أقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهوغار والتاسيلي الحرارة خلال ليلة اليوم البوردة ستكون محسوسة بالمناطق الداخلية 13 درجة فقط منتظرة بالبيض ترتفع إلى 21 درجة بسواحل الشرقية لن تتعدى 18 بسواحل الغربية في حدود 22 درجة بشمال الصحراء ومرتفعات الهوغار وترتفع إلى 30 درجة بأقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد الحرارة قصوى تبقى تقارب المعدل الفصلي ومعتدل مقاييس ما بين 23 درجة بيت نمسان ووهران إلى 28 درجة بكل من العاصمة وقسنطينا 29 درجة بسكيك داع النابات ترتفع إلى 31 درجة وهذا كعلامي قياس بيت زيوزو أما بالهضاب العليا ستتروح ما بين 20 إلى 23 درجة بالنسبة لشمال الصحراء ستقارب 36 درجة بينما لن تتعدى 26 درجة بمنطقة الواحد تبقى تفوق الأربعين درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب تقارب محلياً أربع واربعين درجة ببرج باجي مختار فيما يخص البحر يوم الغد سيكون مضطرب نحو سواحل الوسطى والغربية قليل الأتراب بسواحل الشرقية رياح بعيفة معتدلة أحياناً تشتد إلى 50 كم في ساعة بسواحل الوسطى تتين من غربية إلى جنوبية غربية على سواحل الوسطى والغربية تكون جنوبية غربية خلال الصباحة بسواحل الشرقية ثم تدور إلى شمالية غربية خلال الظهيرة نحو سواحل الشرقية بنسبة للأيام القليلة المقبلة يوم الثلاثة بحول له تبقى أجواء متقلبة تميز كل المناطق الشمالية معه ببرياح قوية نحو السواحل مرفوقة ببعض الأمطار المحلية خلال الظهيرة نحو سواحل الوسطى وكذلك الشرقية بعض الصحب الرعدية ستنشط بشمال الصحرى ومنطقة الواحد درجة الحرارة تبقى مستقرة وفصلية يوم الأربعة بإذن الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب خلال يوم الأربعة بعض الصحب العابرة على كل المناطق الشمالية أجواء متقلبة دائما الرياح قوية نحو السواحل تبقى تنشط بعض الخلايا الرعدية بشمال الصحرى والواحد درجة الحرارة تبقى مستقرة خلال يوم الخميس بإذن الله ننتظر عودة الأمطار من جديد على كل السواحل تكون محلية ونفس الوضعية الجوية بالنسبة للمناطق الجنوبية درجة الحرارة أيضا تبقى مستقرة نعود إلى يوم الغد على مستوى العاصمة وذوحيها وقت شروق الشمس بإذن الله سيكون في حدود الساعة السادسة سباحا وثمانية وثلاثين دقيقة والغروب على الساعة السادسة مسان وثلاثين دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله